اخبار اليوم واحد من تلاميذ مصطفى معالي امين واحد من اهم شباب السخافة المصرية واخدرهم واخدرهم حرافية وصدق الفعل ان يحجب فينا مجدان شبيل ويشعب فينا قطر كبير جدا في المنافسها ويجعل الفعل منصحه اخبار اليوم مضحف المقدمة كما كانت المقدمة داهمة كما نتضغط النارون بالفعل انه غماناني لست من مدرسة اخبار اليوم لكن مدرسة اخبار اليوم كجاهد سرها العظيمة للصحافة المصرية قبل مدرسة قبل مصطفى امين واحد امين كانوا الصحافة على نحن واصبحت على نحن اخر الصحافة اصبحت اكثر قيمة وصحافيين اصبحتهم اكثر اخنرات المجتمعهم اصبحتهم اتمنتعهم بمجازات اليوم واتمنتعهم بها ابن السابق بيكون مدرسة مصطفى امين واحد امين على قدر الصحافة وعلى قيمةها بتشكيل الرئي العالم واصبحت الصحافيين بالفعل قوة ينبغي ان يعملها احساب وهذه المدرسة انجبت بالفعل ادئة جديدة يكفي ان مبين تلاميذها امان حسنين هيكل ونستنعهم اهلا واجهين مفافظة بفضلها عشان يجعل منها الصحيفة العاشرة في العالم انا اشتغلت مع المستاذ هيكل ملغة من 24 عاما واعتقد انني كنت قريبا من فكرة وكان ميزق واجمال هيكل انه لما يحاول ان نصر من الارغام اخبار اخرى حافظة على شخصية الارغام واطفظ عليها حداثة وجدة وابتكار شديد وخلق مدرسة جديدة بالصحافة وكانت المنافسة جديدة ما بين مدرسة اخبار اليوم ما بين مدرسة الارغام كان اخابيون يعتقدون ان اتماعهم في الارغام لكان يكون شهادة وطنية والاخبار يعتقدون ان اتماعهم من مدرسة الارغامة وعالم الارغامة كان يكون شهادة الارغامة وطني ومنافسة شديدة وعقامية في الوحيد فيه على القرصة الله طوية المقول مستغرب جدا ازاي ان هذا الارغامة يعني لا يمكن الا ان احنا نسميع حكم شهوري ان يصنع هذه الصحافة رائعة بهذه الارغامة الشهيدة بقدرة تكسيرها على الخصف الوطني والأخير تحية الاستطار علي امين تحية لشكراته تحية لفنانيزة تحية لفنانيزة تحية لفنانيزة وطنيلة المتساخة قيمة جديدة للصحافة المشرية تحية لصديقي ياسم الغيس ونتمنى دائماً من أرى مقدمة كما هو شهيد أمال يعني مجدد ومطور ويبعث أياه الصحيفة على هذا النحو الجميل شكراً للجميع شكراً للجميع